عام مر على انتهاء مدة عضوية موظفي مفوضية حقوق الإنسان التي استمرت خمس سنوات لكنها خمس سنوات عجاف تلك الحقيقة التي ينطق بها موظف حقوق الإنسان بعد أن كان دورهم الرئيسي نقل صوت الحقيقة للاضطهاد الذي يتعرض له عراقيون سواء في حرية التعبير أو نشر الحقيقة أو المطالبة بحقوقهم والدفاع عن مصيرهم في ظل سلاح منفلت يهدد تفاصيل حياة العراقيين والسلاح المنفلت ذاته حول حياة المدافعين عن حقوق الإنسان في العراق إلى معاناة وجحيم لا يصدق إذ كانت حياتهم محاصرة بانتظار الموت في كل ليلة وهنا معيار خطر يدق أبواب العراقيين بما يفسر هيمنة الانفلات على حرية الإنسان العراقي الذي قد يحرم حياته إن طالب بحق له أو نطق بحقيقة فساد أو ظلم يركز مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق عمله بالتعاون مع الحكومة والمجتمع المدني على حماية المدنيين من أثار النزاع المسلح والعنف وتعزيز سيادة القانون وحماية حقوق العراقيين المحتجزين أو الذين تجري محاكمتهم أمام المحاكم وحقوق النساء والأطفال وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات والحق في حرية التعبير وثق المكتب سلسلة اغتيالات لناشطين إبان تظاهرات تشريين في محافظات عدة الأمر الذي استفز ميليشيات خارجة عن القانون ليصبح موظفو حقوق الإنسان هم الملاحقون بسلاح الانفلات ما قد يفتح باب النار على أي صوت مطالب بالحرية والعدالة في بلاد أصبحت بمنظور عالمي اليوم متذيلة قوائم مؤشر الحريات في العالم